نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وارضا وصلى الله وسلم أبارك على سيدنا محمد البشير النذير والصراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغناء عن الناس أما بعد إخوتي واخواتي فقد تقدم معنا الكلام في لقاء الأمس عن حادثة الإفك التي ابتليت بها أم المؤمنين عائشة ورضي الله عنها وابتلي بها بيت النبوة وكان ذلك في غزوة المريسية التي اختلف كتاب السير رحمهم الله هل كانت في أواخر السنة الرابعة أم كانت في أوائل السنة الخامسة وبعضهم يقول بل كانت في السادسة وهل كانت عقيب الخندق أم قبله هذه كلها من المواضع التي حصل فيها الخلاف بين أهل العلم وربنا جل جلاله أنزل في براءة أمنا عشر آيات تتلى إلى يوم القيامة ولذلك فرع العلماء على ذلك أن من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها القرآن منه فإنه يكون كافرا حلال الدم لأنه مكذب لصريح القرآن فإن ربنا جل جلاله بينا أن ذلك الحديث إفك ليس إلا والإفك هو الخبر المختلق المكذوب وسمي إفكا من الأفك وهو القلب ولذلك ربنا جل جلاله سمى قرى قوم لوط بالمؤتفكات كما قال جل من قائل ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوحي وعاد وثموذ وقوم إبراهيم واصحاب مدينة والمؤتفكات وقال جل من قائل والمؤتفكة أهواء لماذا سميت بالمؤتفكة أو بالمؤتفكات لأن الله قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود فهذا الحديث إفك كذب مختلق وعائشة رضي الله عنها حصان رزان قد برأها الله مما قاله عبد الله بن أبي بن سلول وقد ختم تلك الآيات بقوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما قالوا لهم مغفرة ورزق كريم وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد على رجلين ومرأة أما الرجلان فهما حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة رضوان الله عليهما وأما المرأة فهي حمنة بنت جحش رضي الله عنها وعرفنا أيها الإخوة الكرام بأن من المواقف المشرقة في تلك الحادثة موقف أبي أيوب وأم أيوب رضوان الله عليهما لما دخل أبو أيوب على زوجه فقال لها يا أم أيوب أسمعت ما يقول الناس في شأن عائشة وصفوان فقالت نعم وهو الله الكذب فقال أكنت فاعلته قالت معاذ الله قال فعائشة خير منك وصفوان خير مني فخلد الله هذا الموقف بقوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ومن المواقف المشرقة موقف أم المؤمنين زينب بنت جحش جزاها الله خيرا ورضي الله عنها وأرضاها تلك المؤمنة التقية الورعة التي كانت تنافس عائشة رضي الله عنها على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سألها عليه الصلاة والسلام قالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا رغم أنها قد واتتها فرصة من أجل أن تطعن ضرتها وتسيئ إليها لكنها آثرت رضوان الله عز وجل فشهدت شهادة الحق وقالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا فربنا جل جلاله ساق هذه الآيات من أجل أن يبين موقف كل طائفة ولو أن سائلا سأل فقال لماذا تلبث الوحي لماذا تأخر الوحي شهرا كاملا رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤرقا وعائشة رضي الله عنها تبكي الليل والنهار حتى ظن أبواها أن البكاء فالق كبدها وصفوان رضي الله عنه كان في حال من الأرق والضيق والمدينة تغلي كما يغلي المرجل وكان هناك تهديد أمني لأن صفوان رضي الله عنه ضرب حسانا بالسيف على رأسه فشجه شجة منكرة وقال له تلقذ باب السيف عني فإني غلام إذا ما هو جيت ليس بشاعري وكذلك حصل نوع من الاضطراب بين الأوس والخزرج رضوان الله عليهم أجمعين لماذا تأخر الوحي كل ذلك الوقت؟ والجواب أولا تأخر الوحي تمحيصا لعباد الله المؤمنين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم ثانيا تأخر الوحي رفعا لدرجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعائشة وصفوان وأم الرومان رضوان الله عليهم أجمعين لأن البلاء فيه رفع للدرجات كما قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من ذنوبه وخطاياه وأيضا من الحكم في تأخر الوحي من أجل أن يظهر نفاق أولئك الذين تكلموا والذين كانوا يشيعون هذا الحديث ويدمعونه ويفرقونه عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين ثم تأخر الوحي من أجل أن يتكلم هؤلاء المؤمنون من أمثال حسان ومصطح وحمنة رضوان الله عليهم فيؤدبهم الله عز وجل بعد ذلك بهذا الحد وبهذه الآيات التي فيها لوم وتقريع وتوبيخ لكل هذه الحكم تلبث الوحي شهرا كاملا حتى يأتي الفرج من الله عز وجل دفعة واحدة وكما سبق معنا في حديث أمنا رضي الله عنها أنها قالت ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن كانت غاية ما تتمناه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يعلم منها أن عائشة رضي الله عنها بريئة لكن الله جل جلاله أراد ما هو أكرم وأبرك وأفضل وأحسن أن ينزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة كلما جاءت هذه الآيات ذكرت عائشة رضي الله عنها ونثرت فضائلها وشاعت مناقبها واستعاد الناس سيرتها العطرة ولا غرابة فهي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه وأقربهم إلى نفسه وآثرهم عنده رضي الله عنها وأرضاها إخوتي واخواتي حديث الإفك الذي سقته بطوله واستغرق لقاء الأمس كله فيه فوائد عظيمة وقد استنبطها الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري كذلك نبه على كثير من هذه الفوائد الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفذ زاد المعاد في هدي خير العباد وهذه الفوائد إن شاء الله يأتي التنبيه عليها ولكن بعد فاصل يسير فكونوا معنا نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي واخواتي الحديث الذي سقته في لقاء الأمس عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو خير مفسر لهذه الآيات فيه جملة من الفوائد من هذه الفوائد جواز الحديث عن جماعة ملفقا مجملا لأن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله راوي الحديث قد ساقه عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ولفق حديثا بعضهم لبعض وقال وبعضهم أكثر اقتصاصا له من بعض وأيضا من الفوائد مشروعية القرعة بين النساء في المسافرة بهن والسفر بالنساء حتى في الغزو يعني الإنسان لو كان عنده أكثر من زوجة فأراد أن يسافر بإحداهن فإنه يقرع بينهن سواء كان هذا السفر سفر قربه كحج عمرة وجهاد أو كان سفرا لغرض من أغراض الدنيا والمالكية رحمهم الله يقصرون القرعة على ما كان سفر قربه ومن فوائد الحديث جواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدحناس وذمناس إذا تضمن ذلك إزالة توهم نقص عن الحاكي إذا كان بريئا عند قصد نصح من يبلغه ذلك لألا يقع فيما وقع فيه من سبق بمعنى أن أمنا عائشة رضي الله عنها ساقت هذا الحديث وفيه إثبات فضائلها والتنويه بمناقبها وذلك من أجل أن يحذر عباد الله المؤمنون على امتداد الزمان من أن يقع في مثل ما وقع فيه أهل الإثق ومن فوائد الحديث أيضا أن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم وتحصيل الأجر للموقوع فيه عائشة رضي الله عنها تريد أن تسلمنا من الإثم حين ساقت هذا الحديث وفيه أيضا من الفوائد استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام سيد عائشة وطأت لهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها سافرت معه وفيه أيضا أن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة والهودج كما تقدم معنا الكلام بأنه محمل يكون من ثياب أو من شعر ونحو ذلك ويحمل حملا فيوضع على ظهر البعير وفيه أيضا خدمة الأجانب للمرأة من وراء حجاب فإن هؤلاء الذين كانوا يحملون الهودج وينزلونه إنما يخدمون عائشة رضي الله عنها وهي أجنبية عنهم لكن تلك الخدمة كانت من وراء حجاب ومن الفوائد جواز ركوب المرأة على الهودج على ظهر البعير ولو كان ذلك مما يشق عليه أن يشق على البعير لأنها مشقة محتملة ومن الفوائد جواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن يعني هي المطلوب أن تتستر سواء كان تسترها بشيء ملاصق للبدن كالثياب أو كان بشيء خارج عن البدن كما هو الحاصل في تستر المرأة بذلك الهودج من الفوائد توجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص من زوجها اعتمادا على الإذن العام المستند إلى العرف العام ومثله أيضا في زماننا المرأة قد تحتاج للخروج إلى البقالة القريبة أو من أجل أن تشتري شيئا ومن أجل قضاء بعض مصالحا هناك إذن العام قضى به العرف أو صدر من الزوج وأيضا من الفوائد جواز تحل المرأة في السفر بالقلادة ونحوها فإن عائشة رضي الله عنها كان عندها عقد من جزع ظفار والجزع كما مضى معنا الكلام شيء من خرز فيه بياض وسواد وأشبه شيء به ما تصنع منه المسابح في زماننا أيضا من الفوائد صيانة المال ولو قل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال عقد عائشة ما كان من ذهب ولا كان من فضة ولا كان من جوهر وإنما هو من جزع ومع ذلك ذهبت رضي الله عنها تبحث عنه حين فقدته وأيضا من الفوائد وهذه من العجائب التي نبه عليها الحافظ شؤم الحرص على المال لأنها لو لم تطل في التفتيش لرجعت بسرعة فلما زاد على قدر الحاجة أثر ما جرى وحصل ما حصل وقريب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة من أجل أن يعلبهم بليلة القدر فاختصم رجلان فأنسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رتفعت أصواتهما فهناك ذنب للحرص على المال وشؤم ذلك وأيضا من الفوائد أن رحيل العسكر موقوف على إذن الأمير وأيضا استعمال بعض الجيش ساقة يكون أمينا ليحمل الضعيف ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من المصالح وهي المهمة التي طلع بها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه أيضا من الفوائد الاسترجاع عند المصيبة فإن صفوان عليه من الله الرضوان لما أيقن أن هذه أم المؤمنين قال إنا لله وإنا إليه راجعون ومن الفوائد تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي فإن عائشة رضي الله عنها لما استيقظت على صوت استرجاعه غطت وجهها بخمارها وأيضا من الفوائد إغاثة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي القدر وإيثارهم بالركوب وتجشم المشقة لأجل ذلك هذا كله فعله صفوان أغاث الملهوف وأنقذ الضائع وآثر عائشة بالركوب وتجشم مشقة المشي رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله عن الإسلام وعن نبي الإسلام خيرا من الفوائد أيضا حسن الأدب مع الأجادب خصوصا النساء لا سيما في الخلوة فإن صفوان عليه من الله الرضوان لما كان مؤمنا تقيا مهذبا مؤدبا ما تكلم مع عائشة ولا زاد على الاسترجاع يعني طوال الطريق سيدة عائشة تقول والله ما كلمني بكلمة غيرها وأيضا من الفوائد المشي أمام المرأة ليستقر خاطرها وتأمن مما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة المشي صفوان رضي الله عنه كان يمشي أمامها يقود بها تلك الدابة وذلك من عجل أن تطمئن وتأمن بأن هذا الإنسان لا ينظر إليها وإلى ما ينكشف منها أثناء المشي وأيضا من الفوائد السيدة عائشة تقول وما أنكرت شيئا غير أني لا أعهد منه اللطفة الذي كنت أعلمه حين أشتكي نستفيد منه ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها ويستفاد أيضا التقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم يتحقق وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سياسة أحسن سياسة يلاطف يلاعب يمازح لكن لما تكلم الناس بالإفك تغيرت حالته عليه الصلاة والسلام ما أغلف على عائشة ولا أساء إليها معافى الله لكنه كان يقتصر على أن يقول كيف تيكم وتيكم هذه خطاب المؤنث كما يقال في خطاب المذكر كيف ذاكم نعم وأيضا من الفوائد العظيمة أنه ما ينبغي لأهل المريض أن يعلبوه بما يؤذي باطنة لألا يزيد ذلك في مرضه الله أكبر عائشة رضي الله عنها لما كانت مريضة أبوها وأمها وكذلك زوجها عليه الصلاة والسلام ما أخبروها بقصة الإفك لأن المريض في حال من الضعف ما يتحمل فعائشة رضي الله عنها ما أخبروها نعم وفيه السؤال عن المريض من النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما دخل سأل كيف تيكم وأيضا من الفوائد إشارة إلى مراتب لهجران بالكلام والملاطفة فإذا كان السبب محققا فيترك أصلا يترك الكلام وإن كان مظنونا فيخفف وإن كان مشكوكا فيه أو محتملا فيحسن التقليل منه لا للعمل بما قيل بل لألا يظن بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه لأن ذلك من خوارم المرؤة نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي يعلمنا الاعتدال نبي عليه الصلاة والسلام ما كان كعادته في ملاطفة عائشة ولا هجرها تماما وإنما كان يتكلم بقدر الحاجة من أجل أن تنتبه أن هناك أمرا قد أثير وأن هذا الأمر يتطلب إجراءا معينا نعم وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها ولا يزال النساء الصالحات يحرصن إذا خرجن أن يكون معهن من يصحبهن إما من المحارب وإما من النسوة الثقات المرأة دائما ما تحب أن تخرج وحدها إذا كانت طيبة صالحة نعم وأيضا من الفوائد العظيمة ذب المسلم عن المسلم خصوصا من كان من أهل الفضل وردع من يؤذيهم ولو كان قريبا لهم يعني هنا أم مصطح رضي الله عنها دعت على ولدها تدعو عليه لماذا لأنه قد تكلم في عرض الحصان الرزان الفاضل الطيبة المهذبة رضي الله عنها ولذلك قالت تعسى مصطح وأيضا من الفوائد أن أهل بدر رضوان الله عليهم لهم فضيلة ومزية ليست لغيرهم ولذلك عائشة أنكرت عليها قالت لها بئس ما قلت لرجل شهد بدراء بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدراء ونستفيد أيضا من هذا إطلاق السب على لفظ الدعاء بالسوء على الشخص يعني من دعا عليك فقد سبك وعائشة رضي الله عنها بعدما سمعت من أم مصطح بالذي كان استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي أبويها فنستفيد من ذلك البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع والعمل على تعرف صحته من فساده بالتنقيب على من قيل فيه ألوقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه وفيه أيضا استصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي يعني بذلك صفوان عليه من الله الرضوان فهنا استصحاب الحال الماضي وأيضا نستفيد بأن أم مصطح لها فضيلة قوية رضي الله عنها لأنها ما حابت ولدها لما وقع في حق عائشة بل تعمدت سبه على ذلك فهي رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته أحب إليها من ولدها وأيضا فيه تقوية أحد الاحتمالين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أهل بدر بأن الله قال فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فالمراد بذلك أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة تفضيلا لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم والقول الآخر في هذا الحديث بأن المراد أن الله تعالى عصمهم فلا يقع منهم زنب فهذا قول مرجوح أهل بدر ليسوا معصومين بشر يخطئون ويصيبون لكن الله جل جلاله يوفقهم للتوبة النصوح وأيضا من الفوائد مشروعية التسبيح عند سماعي ما يعتقد السامع أنه كذب لأن الله جل جلاله قال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم فها هنا مشروعية التسبيح عند سماع الشيء المستبعد وأيضا نستفيد من ذلك أن المرأة الصالحة ما تخرج ولو إلى بيت أبويها إلا بعد إذن زوجها لأن عائشة استأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام وعائشة لما ذابت إلى بيت أبويها ماذا كانت تريد؟ تريد أن تسمع ما الذي قيل وما وجهه ففيه البحث عن الأمر المقول ممن يدل عليه المقول فيه وفيه التوقف في خبر الواحد ولو كان صادقا التوقف في خبر الواحد لأن السيدة عائشة رضي الله عنه ذهبت لتستيقن الخبر ما اعتمدت فقط على خبر أم مصطح رضي الله عنها وأيضا من الفوائد استشارة المرء أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرها وتخصيص من جربت صحة رأيه منهم بذلك ولو كان غيره أقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشارة عليا وأسامة بن زيد رضوان الله عليهم ومن الفوائد أيضا البحث عن حال من اتهم بشيء وحكاية ذلك للكشف عن أمره ولا يعد ذلك غيبة النبي عليه الصلاة والسلام لما استشار عليا وأسامة والجارية ما كان يغتاب عائشة معاذ الله وإنما يريد البحث في جلية الأمر الحقيقة وفيه استعمال عبارة لا نعلم إلا خيرا في التزكية وأن ذلك كاف في حق من سبقت عدالته ممن يطلع على خفي أمره ولذلك الجارية قالت ما علمت إلا خيرا وأسامة قال ما علمت إلا خيرا والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وفيه أيضا التثبت في الشهادة وفطمة الإمام عند الحاديث المهم والاستنصار بالأخصاء على الأجانب يعني هنا الرسول عليه الصلاة والسلام إنما استنصر بعلي الذي هو ابن عمه وصهره واستنصر بأسامة الذي هو حبه وابن حبه رضا الله عليهم أجمعين وتوطئة العذر لمن يراد إيقاء العقاب به أو العتاب له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي ومن الفوائد استشارة الأعلى لمن هو دونه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأعلى استشارة عليا وأسامة وهما دونه وكذلك من الفوائد استخدام من ليس في الرق فإن بريرة رضي الله عنها كانت إذاك مكاتبة هذا على افتراض بأنها هي المقصودة بقول علي وسلي الجارية تصدق ومن الفوائد أيضا أن من استفسر عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب فليقدم ذكر عذره في ذلك إن كان يعلمه ولذلك عائشة رضي الله عنها عاتبت عائشة بأنها تنام عن العجين فقدمت قبل ذلك أنها جارية حديثة السن يعني لا أعيب عليها سوى أنها جارية حديثة السن كانت تعجن العجين ثم تنام عنه فتأتي الداجن فتأكله فبذلت عذرا لعائشة بأن تجربتها قليلة وأيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي لأنه عليه الصلاة والسلام ما جزم في القصة بشيء قبل أن ينزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم أيضا من الفوائد أن الحمية لله ورسوله لا تزم لأن أسيد بن حضير أو سعد بن معاذ على اختلاف الروايات كانت حميتهما لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وفي هذه القصة فضائل جمه لعائشة وأبويها ولصفوان ولعلي بن أبي طالب وأسامة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضوان الله عليهم أجمعين وأما موقف سعد بن عبادة رضي الله عنه الذي قال لأسيد أو لسعد بن معاذ والله لا تقتله يستفاد منه أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاة لأن عائشة قالت وكان يرى رجلا صالحا قبل ذلك وقول سعد بن معاذ له إنك منافق تجادل عن المنافقين فيه جواز سب من يتعرض للباطل ونسبته إلى ما يسوءه وإن لم يكن ذلك في الحقيقة فيه لكن إذا وقع منه ما يشبه ذلك جاز إطلاق ذلك عليه تغليظا له يقينا سعد بن عبادة ما كان منافقا معاذ الله بل كان مؤمنا مخبتا صادقا تقيا لكن الصحابة أغلظوا عليه بسبب دفاعه عن عبد الله بن سلول وكذلك إطلاق الكذب على الخطأ لما قالوا له كذبت وجواز القسم بقولنا لعمر الله لأن سعد بن عبادة قالها ورد عليه أسيد بن حضير أو سعد بن معاذ وتسكين النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيه الندب إلى قطع الخصومة وتسكين ثائرة الفتنة وسد زريعة ذلك ومن الفوائد احتمال أخف الضررين بزوال أغلظهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتمل الضرر الحاصل في قصة الإفك من أجل أن لا تثور بين الناس فتنة وفيه فضل احتمال الأذى نبي عليه الصلاة والسلام عائشة وابو بكر صفا كلهم احتملوا الأذى وفيه مباعدة من خالف الرسول ولو كان قريبا حميما وفيه أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل يقتل لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك قال يا رسول الله إن كان من الأوس قتلناه وإن كان من إخواننا الخزرج فمرنا بأمرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ذلك ودخول المرأة من الأنصار على عائشة وبكاؤها عندها فيه مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن يا حيانا بعض الناس لو أنك بكيت معه فإن ذلك يسليه ويخفف عنه لو أنك توجعت لما أصابه أيضا يخفف عنه وفيه تثبت الصديق أبي بكر في الأمور لأنه رضي الله عنه ما نقل عنه في هذه القصة مع تماد الحال فيها شهرا كلمة فما فوقها إلا ما ورد عنه في بعض طرق الحديث أنه قال والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام يعني قال هذه الكلمة والله ما رمينا بهذا في الجاهلية أفنرمى به في الإسلام وأيضا رسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على أمنا عائشة ابتدأ الكلام بالتشهد والحمد والثناء وقول أما بعد هذا يعلمنا بأن الأمر المهم نبدأ فيه بهذه الصيغة ومن الفوائد أيضا توقيف من نقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يا عائشة قد قيل كذا وكذا إن كنت بريء فسيبريك الله وإن كنت ألمت بذنب فاستغفر الله ومن الفوائد أن قول كذا وكذا يكنى بها عن الأحوال كما يكنى بها عن الأعداد وفيه مشروعية التوبة وأنها تقبل من المعترف المقلع المخلص لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها وإن كنت ألمت بذنب فاستغفر الله والسيدة عائشة قالت إني أعلم أني إن نفيت ذلك لم تصدقوني وإن اعترفت بما لم يقع صدقتموني فنستفيد من ذلك أن الاعتراف بما لم يقع لا يجوز ولو علم أنه يصدق في ذلك ولا يآخذ على ما يترتب على اعترافه بل عليه أن يقول الحق أو يسكت ومن الفوائد العظيمة أن الصبر عاقبته حميدة وصاحبه مغبوط وفيه تقديم الكبير في الكلام لأن عائشة قالت يا أبتي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت يا أماه أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت الكبار ولكن أبا بكر وأمروا ما لورعهما لم يتكلما فنستفيد توقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشري يا عائشة واستفيد منه تبشير من تجددت له نعمة أو ان دفعت عنه نقمة والنبي صلى الله عليه وسلم لما سري عنه لما ارتفع عنه الوحي ضحك فنستفيد منه الضحك والفرح والاستبشار عند ذلك ومعذرة من انزعج عند وقوع شدة لصغر سن ونحوه طيب السيدة عائشة لما قالت لها أمها وأبوها قومي إلى رسول الله فأحمديه قالت والله لا أحمد إلا الله فيه إدلال المرأة على زوجها وأبويها وأيضا نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنة التدرج ها هنا تدرج في إخبار عائشة ما فجأها بالخبر قال لا أبشري يا عائشة ثم قال أما الله فقد برأك فمن وقع في مصيبة فإننا نتدرج في تبشيره لألا يهجم على قلبه الفرح من أول وهلة فيهلكه لأنه صلى الله عليه وسلم ضحك أولا ثم بعد ذلك قال لها أبشري ثم بعد ذلك قال لها أما الله فقد برأك هكذا بالإجمال ثم بعد ذلك تلاء الآيات ولذلك حتى عند شدة العطش يقولون الإنسان الذي مكث مثلا في الصحراء يومين أو كذا ما عنده ماء فإننا ما نمكنه من أن يشرب مرة واحدة لا وإنما نقاط قليلة نبلل بها حلقه شيئا فشيئا فشيئا ثم بعد ذلك يسقى الماء أيضا من الفوائد إخوتي وأخواتي أن الشدة إذا اشتدت يعقبها فرج بإذن الله إذا اجتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم ترى الانكشاف الضر وجها وأعيا بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك فرج يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب ونستفيد أيضا من هذه الحادثة تفويض الأمر إلى الله وأن من قوي على ذلك خف عنه الهم والغم فإن عائشة رضي الله عنها قالت لا أقول إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فأتبعونا أحسنه وبعد فاصل يسير نرجع لاستقبال أسئلتكم فكونوا معنا نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان السلام عليكم ورحمة الله مهند المصري يقول أسأل من الطريقة الصحيحة لإتلاف المصحف المهتري والممزق إذا كان بالإمكان إعادة تأهيله وتجليده فهذا هو المطلوب إذا كان ذلك مستحيلا فإنه يوضع في شيء مغلق كعلبة أو برميل ونحو ذلك ويحرق بالنار يعني شيء طاهر يوضع فيه هذا الورق القرآني فيحرق بالنار حتى يتأكد من أنه ما بقيت فيه أثر للحروف ثم بعد ذلك يصب عليه الماء فيذاب ثم يلقى في مكان طاهر يلقى في مكان طاهر يعني ما يلقى في الحمام حساب فيسبوك هل يجوز التبرع بالدم ليهودي أو نصراني إذا كان من المسالمين ممن لم يقاتلون في الدين فلا حرج لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل كبد رطبة أجر والله جل جلاله قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ودات صلاح تقول قوله تعالى يسألونك عن الأنفال ما معنى الأنفال؟ الأنفال جمع نفل والنفل الزيادة والمقصود بالأنفال ها هنا الغنائم الغنائم فإن هذه السورة سورة الأنفال تسمى سورة بدر فإنها نزل صدرها أولها في شأن غنائم يوم بدر حسان المهندس في الشرع هل أنا مجبر بالنفق على الزوجة رغم أنها ناشز؟ لا يا حسان فإن النفقة فرع الطاعة والقرار في البيت والاستجابة للزوج إذا دعاها للفراش وقيامها على خدمته وإقرارها له بالقوامة بعد ذلك تكون النفقة أما الناشز التي إذا دعاها إلى الفراش تكبرت وإذا أمرها بأمر عصت وإذا نهاها عن شيء فعلت وتكثر من المشاكل هذه ما لها نفقة نعم وعمار آدم يقول دائما تراودني وساوس الشيطان كيف لي بطريقة أتغلب عليها الطريقة يا عمار الإكثار من ذكر الله فإن ذكر الله يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ما من شيء أطرد للشيطان من ذكر الله جل جلاله وخاصة التهليل مئة مرة في الصباح لا إله إلا الله أحده لا شريك له لا أهمك ولو الحمد هو على كل شيء قدير من قالها مئة مرة كتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له عدل عشر رقاب وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي وإيمان عبد الله تقول متى يكون زمن قيام الليل وكيف هي طريقة أدائها وكيف طريقة النية قبل البدء في أي عمل ماذا أقول يا إيمان قيام الليل من أعظم الطاعات والقربات وأهله موعدون بالجنة إن شاء الله وقيام الليل يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء ولا ينتهي إلا بطلوع الفجر الصادق ومن كل الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره لكن أفضل القيام ما كان في ثلث الليل الآخر حين أنزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له وطريقة القيام المسنونة أن يصلي الإنسان مثنى مثنى ثم يتر بركعة فيصلي إحدى عشرة ركعة كما كان يصنع نبينا صلى الله عليه وسلم يطيل القيام يطيل القراءة يترسل فيها إذا مر بآية فيها تسبيح سبح إذا مر بآية فيها عذاب استعاذ إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله عز وجل من فضله هذه الطريقة وأيضا الأفضل أن الإنسان يخصص السحر وهو سدوس سدوس الليل الآخر للإستغفار لأن الله قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما هجعون وبالأسحار هم يستغفرون محمد خضر محمد يقول ما حكم ذكر الله في مكان فيه موسيقى والله لو كنت تذكر الله من أجل أن تتشاغل عن الموسيقى فأنت على خير أما إذا كان المقصود بأن ذكر الله نفسه يقوم بالموسيقى فذاك منكر وزور وقد شابه فيه بعض المسلمين النصارى يعني الآن لو دخلت كنيسة فإنك تجدهم بزعمهم يصلون لكن يصلون مما ذا إما بالبيان ولا بالأرغان ولا بالجيتار ونحو ذلك هذه ليست صلاة فإذا كان ما يظنه بعض الناس من أن ذكر الله يكون بالطنابير والمزامير فذاك منكر وزور منير الهادي يقول أعيش في بلد بعيدة عن والدي أو عن والدي فكيف لي ببرهما وأنا بعيد عنهما لناك عمل ما أقوم به أكسو به رضاهم يا منير رد الله غربتك وجمعك بوالديك مطلوب منك أن تكثر من الدعاء لهما أن تكثر من الاتصال بهما أن تتحفهما بالهدايا والعطايا وأن تأمر من يتفقدهما ويزورهما ويسأل عنهما من إخوانك من أحبابك من أصحابك فهذا كله من البر ولا تستغني عن شيء من ذلك شخص مريض تبرع له أصدقاؤه بالمال من أجل العلاج فاشتراه ثم شفاه الله وعافاه وبقي جزء من المال الذي تبرع به أصدقاؤه فهل يجوز أن يعمل بهذا المال المتبقي سقيا لهم كصدقة جارية أم يجب عليه رد المبلغ المتبقي لأصحابه لا هذا المبلغ يا أخي قد خرج منهم بطيب نفس وأرادوا نفعك به فأنت بالخيار إن شئت أن تنتفع به وإن شئت فتصدق به وإن شئت فأعمل به صدقة جارية لك ولهم كل هذا سائغ إن شاء الله فقد ملكت هذا المال وإذا كنت تريد نصيحتي فإن شكر الله يقتضي أن تتبرع به لمريض غيرك مثلما نفس الله كربتك بهؤلاء الأصدقاء الأخيار فنفس كربة غيرك فإن الجزاء من جنس العمل إبراهيم خليل يقول لي أكثر من ثلاث سنوات لا أصلي والآن عاهدت الله على أن أصلي جميع الصلاوات هل لي من توبة فيما مضى هل واجب علي قضاء ما ضيعت كذلك الأمر لصيام رمضان غير من الواجبات يا إبراهيم أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين والحمد لله الذي منى عليك بالتوبة وأسأل الله لك الثبات وتوبتك مقبولة إن شاء الله لأن الله جل جلاله بيّن ذلك بقولي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إذا كان هذا في الكفر الأكبر فإن باب أولى ما كان دونه من المعاصي واضب على الصلوات احرص عليها أدها مع جماعة المسلمين ولا تشتغل بالنوافل بل اشتغل بقضاء ما عليك رتب لنفسك مع كل فرض أن تقضي فرضا أو فرضين حتى يغلب على فنك أنك قد قضيت ما عليك فأنت لك ثلاث سنوات ما تصلي فلو رتبت مع كل فرض أن تصلي ثلاثا سيأتي عليك العام وقد قضيت ما عليك والحمد لله وكذلك الصيام الآن انتهز فرصة الشتاء حيث يقصر النهار ويطول الليل فاقضي ما عليك طيب نختم بهذا السؤال يقول هل صحيح من حفظ أربعين حديثا دخل الجنة نعم هذا مروي ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بجمع تلك الأربعينيات ومن أشهرها الأربعين التي جمعها الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النهوي شيخ الإسلام رحمه الله وهي المعروفة بالأربعين النهوية وهي ليست أربعين بل اثنتان وأربعون وزاد عليها الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله فصارت خمسين ووضع عليها شرحا سماه شرح سماه الجامع العلوم والحكم جامع العلوم والحكم وسار على هذا النسق كثير من العلماء إخوتي وأخواتي نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله وفي درسي الغد نفسر الآيات التي فيها الحديث عن قصة الإفك أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم وأن يعلمني وإياكم وأن يبلغني وإياكم الآمال فيما يرضيه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ظل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان شكرا وبركاته شكرا وبركاته